بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بالكرام اخوانا المهتمين بشؤون زراعة الخضر والبيوت المحمية اهلا وسهلا بحضرتكم والنهاردة بنتكلم عن زراعة البامية البامية زي ما قلنا قبل كده كنز بامانة كنزة البامية ساعات بيحصل فيها اسعار غريبة الشكل فاحنا في الشادو نت اللي حضرتكم شايفينه دا كفيه طماطم بنزرع فيه البامية البامية يعني اولا الشادو نت دا فاضي عندنا ولأول مرة بنجري تجربة البامية تحت الشادو نت وبالنسبة ليه هو بس فيه ميزة وحيدة البامية لما بتتزرع تحت نسبة تظليل بيبقى الجودة بتاعتها عالية وعالية جدا كمان ولكن تحملها للحرارة لا انا شفت البامية بتتحمل حرارة لحد خمسين ما عندها مشكلة خالص ودي ضربنا طبيعة ربنا سبحانه وتعالى حطها في النبات البامية اللي قدامنا دول صنفين الصنف دا هو صنف كسر عادي اللي هو العراقي تمام او ايراني بسموه زي ما تسميه سميه الصنف دا انتاجه قليل وقليل جدا كمان ولكن اصعاره غالية جدا 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 لاشياء يعني ازواق المستهلكين بس مش هقول لك اكتر من كده يعني هتقول لي غالي ليه اقول لك والله ازواق المستهلكين اللي هو الصنف اللي حضرتك شايفه ده هو تمام بامية عادية خالصة هي ولكن انتاجها قليل جدا ولكن هي هي بتتزرع بيكون اصعارها غالية جدا تمام وغالية ليه هقول لك ازواق المستهلكين في الكويت هنا بيعشقوا الصنف دا هو تمام البامية دي طبعا فيه بامية امريكي تمام وفيه بامية هندي دي برضو صنف من اصناف الهندي صنف يعني انتاجه غزير وغزير جدا كمان امريكي اسف غزير وغزير جدا كمان اه ولكن مشكلته ان هو اه الاسعار بتاعته تقريبا بتبقى نص اسعار ده هو تمام يعني ده لو بيه اه اتنين دولار ده بيكون اه دولار واحد تمام وهو زي ما حضرتك ما شايفينه هون اه اه مش حاجة معاملة كويس جدا تمام تمام ومية مية ولكن اسعارها بتكون اه قليلة شوية تمام دي تبام يدي البامية زي ما حضرتكم شايفين كده هو احنا الرجال هي بتزرع اه تمام اه البامية احنا ما كلفناش حاجة خالص احنا شلنا اه الطماطم او المحصول السابق الي عندك اه مش عايزك تتعب نفسك ولا تحط عضوي ولا معدني ولا الليلة اللي احنا بتكلم فيها في دي يعني في المحاصلة التانية زي الخيار او الطماطم اه ديا زرعة وزرعة بسيطة جدا 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 ويعني بتعتبر زرعة غير مكلفة الا شوية التقاوي وخلاص وبعد كده اه يعني اه المفروض انك انت باقل القليل بترضاه منها يعني اه ولكن هي لو تزرعت طبعا في وقت مبكر ونزلت السوق بدري تمام اكيد بيبقى لها شأن تاني خالص تمام ده اللي احنا اه اه نقدر اه يعني على البامية دي تقاوي فая يعني كل اللي عملناها في الارض ديت ان احنا جبنا المحرات اللي بتن Hari cdna اللي بتشوفوها ديت انها تخربش ويفير استخرجنا الارض والرجاله تزرع هي تمام واي خلاص ما فيش اي حاجة خالص غير القصة ذا تمام آه البامية قد تصاب بي زبول ابديرات بالنسبة للتقاود هي تقاودية معاملة معاملة هي بالمواد الفطرية اللي تحافظ عليها من زبول البديرات البامية ده هي مش معاملة ويريت لو عندك فتافاكس او ريزوليكس او ريزوليكس مع فتافاكس او منقط او توبسين بتخلط مبادين منهم مع بعض تمام وتحط 3 جرام او 4 جرام لكل كيلو 5 جرام 10 جرام لكل كيلو مش هتفرق كتير يعني وقبل ما بتبيتها في شوية مية بحيش ان هي تبدأ تلسن او تبدأ تزرع تزرعها وفي ناس بتزرعها كده عادي ما فيش اي مشكل خالص تمام بالنسبة لما بتلسن بتحطها في مية بتبيتها ليلة وبتحطها في ناس بتحطها طبعا في اماشا قطن تمام اماشا قطن وبتحطها في مكان دافي بتبص تلاقيها من عند الجنين من هنا من هنا ابتدت تلسن تلسين او بيضة كده من عند الجنين هنا ابتدت تلسن تلسين او بيضة كده تمام اول ما بتلسن كده بتاخطها وبتزرعها على طول ودي بتصرع معك في الانبات ولكن الموضوع ده هو بيعملوا الناس لما بيكونوا عايزين يسرعوا بدري وعايزينها تنبت بسرعة لان الجو بيكون بارد اما دلوقت الجو في التلاتين خمسة وعشرين تلاتين اعتقد الانبات يعني مش هيغيب عن خمس او ستة ايام بتكون النبات كله طالع ما فيوش اي مشكلة خالص تمام نرجع بعد كده الريا الاولى في البمية بعد الزراع على طول طبعا الزراعة هتكون ازاي جماعة شايفين ايدي اهي ايدي اهي اهي طبعا الارض قلنا بخربشينها وكل حاجة ايدي اهي فاحة بيتين او تلاتة طبعا قبل ما بنحطهم كده اهو تحت الخرطم او بنشيل ايدي هما اساسا الرملة نزلت عليها او تغطي مش تفرق في كتير مجرد صمتي بس هي هتشيل الغطة وتبقى كويسة يا ريت ما تزرعش الزراعة السطحية عشان الجدر بس يبقى كويس وياخد مجرى كويس ليه ما تزرعش الزراعة السطحية لان انت اصلا الجو دافي فالجو دافي الانبات هيصرع حتى لو انت زارع الزراعة عميقة اه النبات هيكون سريع سريع لايه لان الجو دافي رقم واحد الارض رملية رقم اثنين فبالتالي الانبات فيها بيكون سريع تمام التخطيط ومسافات الزراعة يا جماعة الخير التخطيط احنا يعني عشان بس احنا بنزرع في ارض وتحصيل حاصل اللي احنا زرعينه ولكن لو انا بزرع بمية حقيقي بقى يعني في ارض انا من الاول خالص يعني عايز ازرعها بمية والمسافات تكون مزبوطة المفروض بين الخط والخط او بين الهوز والهوز 75 سنطي 75 سنطي تمام والمسافة بين النبات والنبات يكون في حدود 30 25 زي ما يكون 25 سنطي اعتقد ان هو مناسب ومناسب جدا يعني لو حسبتها تقريبا تحط نباتين طبعا على كل نقاط تمام نباتين بزرتين او ثلاثة على كل نقاط وبعد كده بيحصل عملية الخف تمام النقاطات عندك لو على الثلاثين بتحط اتنين على كل نقاط وممكن تحط واحدة وواحدة يعني لو حطيت واحدة هنا تحط واحدة تاني فين هنا تمام يبقى بعاد عن بعض فبالتالي انتاجهم يكون افضل وفي توسعة فيش منافسة على الضل امورك هتكون كويسة جدا 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 بالنسبة لي الزراعة البامية تمام والافضل بنقول لو زرعتها بدري بتبدأ زراعتها من بداية شهر ثلاثة ممتازة جدا في مصر طبعا ممكن طبعا احنا كنا زمان بنزرعها مع القطن تمام حتى في شهر اتنين كانوا بزرعوها زمان ولكن المعادة الافضل معك من 15-3 لحد 15-4 امورك طيبة جدا وكل ما بدرت كل ما كان افضل وكل ما زرعتها تحت انفاق مثلا لحد ما تكبر شوية في نسبة زراعة تحت انفاق لحد ما توصل شوية يكون افضل لان بتنزل السوق بدري وبيكون اسعارها كويسة جدا وممكن انك انت كمان تزرعها في بيوت محمية ولكن حزاري اللي بيزرعه في بيوت محمية من حاجة واحدة بس اللي هي ان النبات بيطول منهم او بيحصل فيه عملية السرولة ان النبات بيطول وبنلاقي في الاخر مشاكله كتيرة بالنسبة لانك انت شجعت النمو الخضري على حساب النمو الزهري ولذلك البامية انتجها بيكون ضعيف فيه برضو شوية معاملات هنتكلم عليهم بعد كده ولكن بنكتفي بالقدر دهوت في عملية زراعة البامية طبعا بالنسبة للاصناف انا قلت الاصناف الموجودة عندنا فيه اصناف كتير ممكن على حسب ازواق المستهلكين وحسب الاصناف اللي موجودة في البلد اللي انت فيها ممكن تزرع زي ما تحب يعني النهاردة زراعنا البامية وان شاء الله باذن الله تعالى في الايام القادمة بنقدر نتابعها واحدة بوحدة من بداية ما زرعنا اهوا تمام الى حد ما ان شاء الله نحصد باذن الله تعالى وبنشوف المعاملات الزراعية المختلفة للبامية سواء كان الري او كان التسميد او كان الادارة النبات نفسه من الاول اه للاخر تمام اه اخر حاجة بس عايز اقول عليها اللي هي بس الريه الاولى يا جماعة في البامية لازم تكون غزيرة خصوص الله والارض الرملية الريه الاولى لازم تكون غزيرة وممكن تستنى يومين ولا حاجة وبعد كده بتروي البامية اه ريه تانية مفيش اي مشكل خالص ولكن الري يكون بحساب علشان البزور ما يحصلش فيها عفن اه وبالتالي حيحصل اه حتى لو اه حصل عندك الانبات كويس والمية كانت كتيرة فانا اعتقد انه هيحصل عندك اه جبول بادرات عشان كده بنوصي بالري في المرحلة الاولى من حياة النبات يكون منضبط ويكون اموره كويس اشكرا لحضراتكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته